اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم حمدان وزير شؤون الكهرباء والماء مواصلة مملكة البحرين تعزيز جهود التعاون العربي في مجال الطاقة عبر تبني المزيد من الحلول والمبادرات المبتكرة بما يعزز مساعي تحقيق اهداف التنمية المستدامة وقال سعادته ان اختيار مملكة البحرين نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء خلال اجتماع الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والاجتماع التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الذين عقدا في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا يعكس بات تمتع به المملكة من خبرات متقدمة في مجال تطوير البنية التحتية للكهرباء وتنفيذ مشاريع انتاج الطاقة ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين كفاءتها بشكل الامثل الذي يسهم في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات بحلول مبتكرة اشتركوا في القناة